بالتوفيق للفراعينة بإذن الله طيب بمناسبة حسين فيصل في نادي الزمالك لسه قصة رحيل حسين فيصل بتلقي بظلالها على القلعة البيضاء مشي باستغناء وتعقد مع سموحة وتقلق في أول ست جولات فانضمد المنتخب وتقلق مع المنتخب فسجل وشارك بفعالية في مباراتين مبارات الجزائر ثم مبارات الأردن وبناء عليها في تغييرات بتحصل الآن داخل قطاع الناشئين في الفريق الأبيض والحقيقة قبل ما ندخل في الأسماء الجديدة يعني اللي انضمت ليه جهاز أو قطاع الناشئين في نادي الزمالك هي دي إحدى أسوأ التغييرات اللي بتحصل في إدارات الأندية بمعنى أن كل إدارة بتيجي بأفكار مختلفة فمجلس إدارة موجود في عهد مرتضى منصور سابقا صعد لاعبين وشاركوا مع الفريق منهم حسين فيصل مع الفريق الأول ثم رحلت إدارة الزمالك وجاءت لجنة بأفكار جديدة عايزة فلوس عشان تسد بها عجز فمشت اللاعبين اللي مفيش حاجة قوي ليهم بعد ما ظهروا بالفعل مع الفريق الأول علشان أولويتها في الفترة دي كانت الفلوس فلما مشيوا جي المجلس الجديد ليجد بعض اللاعبين من اللي هو صعدهم تقلقوا مع أندية تانية بعد ما مشيوا فهي دي أكبر مساوئ التغييرات اللي بتحصل في إدارة أي نادي الأفكار الجديدة والاستراتيجيات المختلفة لكل مجلس إدارة دي دي المشكلة الحقيقية الحقيقة حسين فيصل مشي ولكن في أسماء تانية قد تمشي أو مشيت بالفعل إعارة وعرفنا أنه هم كمان إعارات بنية البيع مش بس محمد صبحي في فاركو بل حمدي أحمد حمدي ظهير أيمن نادي الزمالك راح إعارة إلى فاركو وياسين مرعي راح إعارة إلى فاركو تعالوا نستعرض لأنه نهاردة علمنا أنه أيضا مع احتماليات البيع فأحمد محمود وياسين مرعي انتقل مع محمد صبحي من الزمالك إلى فاركو كإعارة بنية البيع ياسين مرعي اللي شارك برضو مع الفريق الأول من موسمين راح مقابل مليوني ونصف المليون وتفعيل بند الشراء مقابل أربعة مليون إذا أراد فاركو اللي لسه لم يشرك اللاعب حتى الآن في أي مباراة من الست السابقة وأحمد محمود نفس القصة كان إعارة مقابل مليون جنيه لهاية الموسم وإذا أراد فاركو تفعيل بند الشراء سيدفع ثلاثة ملايين جنيه لنادي الزمالك تفاصيل التغييرات في قطر